اشتركوا في القناة رح يكون اغلب اليوم من الان لنهاية اليوم في منزلة الثرية وهي جيدة وتنفع للبدء بكل شيء وهي غير مناسبة لاظهار اي شيء ومناسبة للسر والكتمان واخفاء الامور وطبعا زي ما حكينا هاي لغاية الساعة 12 منتصف الليل بتوقيت جرينج القمر رح يتنقل ما بين الحمل لانه الان هو في الحمل في مرحلة خلوه المسار ورح يستمر بخلوه المسار هدل ساعات الفجر بعدين رح ينتقل لبرج الثور وزي ما حكينا انه فترة خلوه المسار هاي لتصلح للبدء باي عمل جديد او مهم مثل توقيع عقد او خطوبة او زواج او شراء شيء ثمين بل اكمال العمل اللي بدأنا فيه من قبل خلوه المسار خلوه المسار رح يستمر لغاية الساعة 43 دقيقة فجرا وطبعا بما انه رح ينتقل بهاي الساعة وبما انه رح يستقر في برج الثور ويعمل اول زوايا فرح نشعر بالحذر اكثر وانميل للمحافظة على منتلكاتنا وقل ما نبحث عن شيء جديد يجب ان نعتمد على انفسنا ماديا وان لا نفكر في اقتراض المال من مصرف او من صديق في فترة وجود القمر في برج الثور يستحسن البدء ببرنامج ادخار ويمكن شراء عقار ماء وقضاء وقت منتع في البيت بمشاهدة التلفاز مثلا اما بالنسبة للزوايا الفلكية فعنا اليوم اربع زوايا فلكية منهن زوايا بطيئة فاول زاوية بطيئة رح تكون هي زاوية تسديس ايجابية رح تكون بين عطارد وبلوتو رح تكون في تمام ساعة عشراء وثمانية وثلاثين دقيقة ظهرا وهاي بتزيد من حد الدهنة والامور النقدية والامور المالية والحس بعملية الاستثمار وكيف انك تحصل على بعض الاموال وبيمنحك حب العدالة والاهتمام بالامور الغامضة وبيساعدك على تنظيم اعمالك ونجاح مشاريعك واتخاذ القرارات اللازمة اما بالنسبة للزاوية التي تريها برضو هي زاوية من الزوايا البطيئة هي زاوية تقابل سلبية رح تكون بين الزهرة وبين اورانوس وهاي رح تكون في تمام ساعة خمسة وعشر دقائق مساء يتوقع لأي علاقة غرامية ضعيفة انها تنتهي بشكل سريع وبشكل غير متوقع اما بالنسبة للزاوية التي تريها هي زاوية اقتران ايجابية رح تكون بين القمر وبين اورانوس وهاي رح تكون في تمام ساعة سبعة وعشر دقائق مساء لتعزز قدرتنا على استغلال المناسبات الاجتماعية والاستفادة منها وممكن يفاجئنا البعض بشيء غير متوقع وممكن يصدر منا ما هو غير متوقع تجاه البعض كذلك اما بالنسبة للزاوية الاخيرة هي زاوية تقابل سلبية رح تكون بين القمر والزهرة وهاي رح تكون في تمام الساعة يعني سبعة واربع وعشرين دقيقة مساء اكثر المتضررين من كان لديه مشاكل عاطفية اذ يتجه للتنفيس من خلال صرف النقود باسراف دون حسب اما بالنسبة للقمر بما انه في برج الثور فخلو المسار القادم رح يكون يوم تسعة وعشرين احداش ورح يبدأ في تمام الساعة اثناش وثمانية واربعين دقيقة بعد الظهر ورح يستمر حتى تمام الساعة اربع وخمسة عشر دقيقة مساء لا ينتقل لبرج الجوزة بالنسبة لعمر القمر القمر المحدد اثناشر يوم في تمام الساعة اثناش واربع وثلاثين دقيقة من بعد الظهر بيصبح ثلاثة عشر يوم يعني تقريبا بتبلش البدر شبه يكتمل هو متناقص نسبة الاضاءة بتكون تسعين في المية اما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في القوس حتى يوم واحد وعشرين اثناش المزاج سعيد بنسبة اربعة عشر في المية ولكن محترق يعني ما بشكل اي زوايا عشان هيك نسبة السعادة قليلة القمر في الحمل بدينتقل للثور فعشان الزوايا السلبية اللي رح يشكلها وطبعا هو رح يظل يوم تسع وعشرين اثناش مزاجه منتحس بنسبة خمس وسبعين في المية اما بالنسبة لعطارد في العقرب حتى يوم واحد اثناش مزاجه سعيد بنسبة سبعين في المية الزهرة في العقرب حتى يوم خمسلاش اثناش مزاجه منتحس بنسبة عشر في المية المريخ في الحمل حتى يوم سبعة واحد مزاجه سعيد بنسبة خمستاش في المية المشتري في الجدي حتى يوم تسعتاش اثناش مزاجه منتحس بنسبة خمس وعشرين في المية زحل في الجدي حتى يوم سبعتاش اثناش مزاجه سعيد بنسبة خمستاش في المية اورانوس في الثور بيتراجح حتى يوم أربعتاش واحد مزاجه تقريبا بنقدر نحكي منتحس بنسبة أربعتاش في المية نبتن في الحوت بيتراجح حتى يوم تسعة وعشرين احدى عشر مزاجه ممتزج ما بين السعادة والنحوسة والنسبة دائما بتكون بسعادتها أو نحوستها 10% أما أخيرا بالنسبة لبلوتوف الجدي مزاجه سعيد بنسبة 15% وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل أنتم نشطون مع ذلك لا تبادروا إلى أي عمل جديد بل وصلوا ما بدأتم به من قبل في ساعات الصباح بيصبح يوم بيحمل معاه فرصة مالية ممكن أنها تكون مفاجئة أو تدخل تحسين على ميزانيتكم بتنشطوا بالاتصالات والزيارات وبتهتم للترويج لخطة أو للقيام بزيارة أهم شيء أنك تتشجع ممكن تعالج مساء الإدارية وتمولية تطلب توقيع ومتابعة لدى المراجع المعنية برج الثور بيظل التعب مسيطر عليكم حتى ساعة الصباح من ثم تصبح ثقاتكم بأنفسكم كبيرة وبعمكم النشاط بادروا إلى خطوة جديدة بالدعم من مركزكم الاجتماعي القمر بجعل الفترة هاي مميزة واستثنائية وبدعوك الجولة بذل جهد من أجل إشاعة السلام وبلوغ التفاهم تعتبر هاي الفترة من أجمل أيام الشهر وأكثرها دعماً إلك خذ المبادرة وكون شجاع برج الجوزاء ابتنشطوا في ساعات المساء بين الأصدقاء ولكن من ساعات صباح صباح هذا اليوم بيتطلب منكم عدم المبالغة في جهدكم الجسماني وإنجزوا ما بوسعكم من عمل متراكم دون إهمال صحتكم ما تراهن على الحظوظ بتعاني من الركود ومراوحة المكان لكن يعني من حاول أن نقول لك لا تجازف بصحتك ولا بعلاقاتك إلى أفكار مشوشة والظروف مخيبة للأمل برج السرطان حفظوا على إنجازاتكم القائمة في مجال العمل ووصلوا عملاً بدأتم فيه من قبل مع ساعات الصباح تسعدوا في لقاء الأصدقاء وتعاونهم معكم بفاجئكم أحدهم بتصرفاته أو طلباته بترافقك رياح مؤاتية رغم الضغوطات كرر المحاولة إذا أردت الدعم والتأييد فترى مناسبة للانضمام إلى جمعية أو مؤسسة تتلاقى مع طموحاتك برج الأسد تبقى الأوضاع كما كانت عليه في اليومين السابقين ولكن من الصباح أو من صباح هذا اليوم بيصبح مناسب للأشخاص اللي بيبحثوا عن عمل أو بيرغبوا في إدخال تعديل عليه ووسعكم إثبات جدارتكم للمسؤولين الفترة مهمة على الصعيد المهني والاجتماعي الفترة هاي تحمل قلق حول أحد أفراد العائلة بتواجه مسؤولين أو عبء مهني لا ترتبك في المواقف الحساسة الجو العام في نوع من أنواع الصعوبة برج العذراء في ساعة الصباح بيصلكم خبر من بعيد وبتنجحوا في أمور إلها علاقة بالسفر والاتصالات تزداد رغبتكم في البحث عن قاسم مشترك بيجمعكم بأحباكم وترتفع المعنويات وفرص النجاح بتكون بشكل كبير وبتعود للإمساك بزمام الأمور هاي فترة إيجابية جدا بيسهل خلال هالحوار وبتفرح بخبر أو تجاوب معك فيها يعني أشياء بتدل على سفر أو اتصالات بعيدة برج الميزان من ساعات الصباح بتتغير الأوضاع وبتمنحك فرصة لمكسب مالي إلى صلة بشراكي أو تعويض صحتكم أو صحت قريب إلكم بحاجة للرعاية ممكن تفكر بمستقبلك وراحة شيخوختك بتأخذ المبادرة في الاتجاه المذكور أهم إشي قدم التنازلات وتراجع عن خطوات وقرارات سببت إزعاج وعدوات إلك بالفترة الماضية برج العقرب وصلوا عملا بدأتم به من قبل وما تبادروا لعمل جديد حتى ساعات الصباح من ساعات الصباح بيصير اليوم مناسب للقيام بعمل والطلب تعاون من طرف ثاني بوسعكم تعزيز شراكاتكم ولكن حاذر من الإنفعالات يبي صعب التفاهم معكم وممكن تقع في ورطة أنت بغنى عنها الجو متوتر وممكن تظهر مشاكل طارئة كون صبور وما تتذمر الفترة خالية من الحظ برج القوس في ساعات الصباح ورغم تراكم العمل أنت قادرين على إنجاز حصة الأسد منه نظموا جدول غذائكم وخذوا قسط كافي من الراحة وما تلتهي بالقشور والأمور الثانوية اعتمد على جهودك وطاقتك لحصد النجاحات والأرباح وراقب وضعك الصحي الفترة هاي يعبكون فيها إشي العلاقة بالصحة يائم مع المستوى المهني برج الجدي مع ساعات الصباح بترغبوا في التقرب من أحبائكم وتعزيز العلاقة معهم بوسعكم ممارسة نشاط فني بيطمئن بالك نسبيا فبتجد حليف بيدعم تصوراتك لا تستسلم بل كرر المحاولة ترغب في استكشاف مناطق جديدة وبتميل للسفر أو المشاركة في رحلات عمل الفترة هاي رومانسية وفيها نوع من أنواع النجاح وبرضو بتحمل نوع من أنواع القلق حول أحد الأحبة برج الدلو من ساعات الصباح أو صباح هذا اليوم بوسعكم إدخال أي تعديل مطلوب على مسكنكم وتعزيز الروابط العائلية لا تسمح للعواطف بالتأثير على سلوكك وأدائك لا تنفعل حتى لو شعرت بالانزعاج اسعى لتحسين موقعك في العمل ولا تثبيته قدم المساعدة إلى من يحتاجها برج الحوت من ساعات الصباح لهذا اليوم بتنشطوا في أمور إلها علاقة بالدراسة والسفر والاتصالات والتنقلات يوم مناسب للخروج في نزهة قصيرة بيكون لكم نوع من أنواع التعامل مع أخ أو جار كون عنصر إيجابي وما تسمح للنفور خصوصاً أنه يسيطر عليك وخصوصاً ما بينك وبين الأشخاص اللي حولك تفهم الآخرين وابقى هادئ لا تفوت عليك فرصة المصالحة والتسوية بل كرر المحاولات السابقة ولا تستسلم حاذر من السرعة وسوء التفاهم هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضا الله ورضا الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر